في المستهل أمر والي العاصمة عبد النور ربحي الولاة المنتدبون بإعادة استغلال المحلات الشاغرة وتحويلها إلى مرافق إدارية يستفيد منها المواطنين كما أعطى الوالي تعليمات للولاة المنتدبين بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين من أجل الإسراع في استغلال المحلات الشاغرة كمرافق إدارية من شأنها أن تقدم خدمات للمواطنين وخلال الاجتماع أيضا تمت مناقشة برنامج للتكفل بالأشخاص دون مأوى يهدف إلى إعادة إدماج هذه الفئة في وسط أقول عائلي واجتماعي حيث يتضمن هذا البرنامج عدة تدابير وإجراءات تهدف بدرجة الأولى إلى الاهتمام بالفئة الهشة ومن هم في وضعية اجتماعية صعبة موسيقى